اشتركوا في القناة والمهر والصداق وحضور الولي وشاهدي عدلين والإشهار هذا كله كتسمى الأركان للزواج ثم الطلاق أيضا له أصوله وقواعده مليكا تطلق لابد أن أكون أمام شاهدي عدلين والرجل كيتلفظ بالطلاق والمركة تسمع وكيتفقه بجوجه على إنهاء العلاقة الزوجية إلا كانت هذا الأمر تم في دولة أوروبية أمام إمام مسجد أو عدلين أو بعض الصالحين وكان الرجل في كلامه كان عارف ماذا يقول ينطق بكلمة أنت طالق يعني أراد أن ينهي العلاقة الزوجية فكيتم الطلاق ولو أن اليوم في المدونة دي المغرب الطلاق ما بقاش بيد الزوج ربي قال في كتاب العزيز أو يعفو الذي بيده عقدة الطلاق أو عقدة النكاح شكو اللي عنه العقدة ربي خمس ماهاش في اللول كان دي الزوج لكن في المدونة ملوقع في الإصلاح وولت بيد القاضي فخص القاضي هو اللي ينطق لأن القاضي غير تبع مسترع غير يجيب الزوج والزوجة وغير يسوال ويبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ويعطيه واحد الموه الذي الشهر الأول والشهر الثاني ويجيبه الشهود ولعله وعسيه ويقع الصلح مالك يكمل المسترع عدد ينطق بالطلاق في صمعه الزوجية ثم يضع الحقوق والواجبات يعطيه المرأة النفقاء المتعاء الحقوق المادية ديالها الطلاق له قواعده أما الرجل يقول المرأة أنت طالق المدونة ما قد قابله وهذه المدونة رأي الشريعة لأن الشريعة ستنضج في التطبيق والتفعيل وما زال ستجيب مدونة أخرى على قدر ما يجد للناس من ظروف ومشاكل على قدر ما يجد من قوانين وتشريعات فإلا كان طالق للا في دولة أوروبية أمام فقيه إمام مسجد عدل رجل من العارفين لأن هناك أحكام خاصة بالأقليات المسلمة في البلاد الغير المسلمة ممكن يندريش فيها وإلا فالطلاق مش يكون طلاق حقيقي لابد أن يتم في أرض المغرب من خلال المدونة ديال الأسرة ومتبعوا المسترة ديالها عاد نسميه طلاق حقيقي وإلا فكيبقى دائما طلاق معلق والله تعالى أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر